موسيقى 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 كان في صفوة الرجال المحترمين المناصرين للقضية الفلسطينية ومنعه الحجة إلى القدس لأنها محتلة الذي حمل أقباط من أي تدخل خارجي وكان لا يستجيب لأي محاولة لتأجيج الصراع الطائفي إلى أن أحبته كل مصر بمسيحيها ومسلميها لسيما بعدما أسهم في إطفاء نار الإسكندرية العام الماضي لم يتح لبطريارك لبنان وسائر المشرق أن يضع يده في يد الأنباشنودة في جولته العربية الممتدة من قطر إلى الأردن فمصر متمسكا فيها بعروبة الكنيسة التي ستقوده يوما ما إلى خطة مقدسية والصلاة في كنيسة القيامة وتفقد المسجد الأقصى وإلى خطة الشام الدموية تفجيران في عمق الأمن السوري البري والجوي يوقعان ضحايا مدنيين وعسكريين وانفجار ثالث في مخيم اليارموك قالت السلطات السورية أنه أدى إلى مقتل عميد في الجيش وقد سارع الجيش السوري الحر إلى الدفع بالتهمة عن نفسه وردها إلى النظام الذي فعلها بحسب المعارضة لكي يخلق حالا من الفوضى قبيل وصول بعثة كافيانان الفنية يوم الأحد لا منطقة في هذا الاتهام ولا مسوغة للنظام أيضا في الاتهام قبل بدء التحقيق وكلا طرفي السلطة والمعارضة يتصارع على دماء الشعب السوري وفيما الجيش الحر كان ينتظر تحويل خبر تسليحه من السعودية إلى حقيقة عطلت الأردن هذا الحلم وأعلنت نفيها المعلومات عن تحرك معدات عسكرية سعودية إلى المملكة لتسليح السوري الحر وذلك بعدما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية هذه الأنباء نقلا عن مصدر دبلوماسي عربي وقالت إن تفاصيل بهذه العملية ستعلن في وقت لاحق